أسبوع الماضي أنا ابتدأت سلسلة حول المحبة المحبة ودرسنا وقالنا بدأ ندرس موضوع المحبة بكل أسفار الكتاب المقدس بأدر استطاعتنا وابتدأنا بسفر أيوب واليوم قلنا بدأ ندرس سفر التكوين قلت لكم الأسبوع الماضي فبنعمة الرب اليوم أنا محضر عظة واحدة راح تعزها الكنيسة الواحدة هلأ بتفهموا علي شو يعني راح تعزها الكنيسة الواحدة بتحتوي قصة واحدة قصة محبة الله مع الإنسان من خلال سفر التكوين أمين فسفر التكوين بيبدأ بالإشارة لإله عظيم كريم محب إله قادر على كل شيء خلق السماء والأرض وأيضا خلق الإنسان وهيدا الإنسان يلي خلقوا خلقوا على صورته على صورته وأنتو بتعرفوا أنه بالماضي الملوك كان عندهم صور وتماثيل وأصنام في هيكلهم تخبر عنهم تعكس نفوسهم أشخاصهم لكن هيدا الأصنام وهيدا الصور كان إلى دينين لكنها لا تسمع عند عيون لكنها لا ترى عند أفواه لكنها لا تتكلم لا تخاطب أحد لكن إلهنا لما خلق الإنسان على صورته نفخ فيه حياة فصار إنسان حي على صورته إنسان حي فالله حب الإنسان لدرجة أنه ميزه عن كل الكائنات الأخرى أنه جعله هو وحده على صورته يا لهذا الامتياز يا لهذا الامتياز لازم تعرف اليوم أنه الله حبك لدرجة أنه جعلك ممثله على الأرض يعني جعلك أنت فوضك لإلك أنك أنت تعكس صورته بين الناس يعني اليوم لما أنت بتطلع بالآخر أنت 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 ممثلة الله على الأرض تسمع لقيمة هالكلام وأهمية هالكلام أنا هلأ قاعد بقرب ممثل الله على الأرض أنا قاعد إلى جانب ممثلة الله على الأرض شوف قديش هالمسئولية كبيرة هالمهمة صعبة كيف أنا بحياتي بسلوكي بتواضعي بتفكيري بكلامي بموقفي بأدسة بكل شي فيي أنا شو عم بعمل عم بعكس صورة الله اف هلأدي حبيتني يا رب أنا أنا سفيرك بالأرض أنا ممثلك في هالأرض هلأدي الله حبي الإنسان ويقول أنت 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 ممثل الله في هذا العالم يعني كلما تطلع في المرآت بتشوف محبة الله كلما تطلع في أخيك الإنسان بتشوف محبة الله كل قرار حر بتاخده هو نابع من محبة الله لإلك الله كان بيقدر يخلقك آلة ويحط فيك كل الإنجازات وأنت تتحرك كآلة صنم جامد لكن حبك لدرجة انتبه أنه أعطاك الامتياز أن تكون شريك الله في صنع التاريخ هلأدي أعطاك إيمة وقال لك تعشترك معي تعقرر تعكون حر لحتى مع بعض نصنع تاريخي فهلأدي أعبنا فالله بيحب الإنسان وأعطاه هذا الامتياز الله بيحب الإنسان وأعطاه امتياز أنه يسود على الخليقة لما خلق الإنسان قال له بديك أنت تسود على الخليقة نفكر فيها قديش عميقة هايدي إنه يلي هو خلق كل شي وبيملك كل شي إجا قدم لك كل شي هبا مجانية وقال لك هايدي لقلك تصرف فيها كما تريد هلأدي حبك مثل كأنه أنت بتعمل قصر كبير وبتجمله وبتشتغلي عليه كل عمرك وإخر شي بتجي بتعطيه لشخص شخص ممكن يطعن فيك ممكن يأذيك فنحنا عنا أولاد بشيك لما بيخلق أولادنا وعلى عيد ميلاد أولادنا شو منعطيهن هدية ولما الله خلق الإنسان أعطى الكون هدية لقلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر